الخبر اللي معنا دلوقتي هو خبر مختلف شوية بس خلينا قبل ما نقول الخبر نقول انه مرتبط بنيكي هيلي سفيرة امريكا في الامم المتحدة للناس اللي مش عارفة مين نيكي هيلي هي سفيرة امريكا لامم المتحدة الحقيقة ظهرت علينا بوجهها في الفترة المنصرمة وكانت في اجتماعات الامم المتحدة دايما بتشيد باسرائيل وان اسرائيل مظلومة طول الوقت وان حقها انه يتم الاعتراف بالقدس عاصمة لتل ابيب او عاصمة لاسرائيل بدلا من تل ابيب وايضا توعدت لكل الدول الحقيقة اللي كانت او اخذت موقف معادي من قرار ترامب وتوعدت لكل الدول بقطع معونة الامريكية عن هذه الدول نروح بقى ليه الخبر بتاعنا انه في برنامج كوميدي في روسيا اسم البرنامج لاتصالات المزعجة او برانج كولز البرنامج ده بيقدموا اتنين من الروس فكرته هي ان احد مقدمي البرنامج بيتصل بشخص وبيتظهروا انه شخصية اخرى ودي ضحية الخدعة المرة دي زي ما قلت لحضراتكم كانت سفيرة امريكا في الامم المتحدة نيكي هيلي واللي كانت سبب في تقديم دليل قوي وواضح على جهل بعض الساسة الامريكان الخدعة كانت انه مقدم البرنامج انتحل شخصية رئيس الوزراء البولندي واتصل بهيلي وطلب منها التعليق على الوضع في دولة وهمية اخترعوا اسمها اسمها بيومونو وقال انها بتسعى للاستقلال هذه الدولة وان روسيا تدخلت في الانتخابات الاخيرة لايضا هذه الدولة الوهمية اللي يعني طرحوها وردت هيلي بمنتهى تلقائية عليهم بانها تعلم ان الدولة دي موجودة وتعلم ايضا بالتدخل الروسي وان بلادها اللي هما طبعا امريكا بتراقب الوضع بشكل كبير طبعا جهل هيلي بقرة اسيا اغرى المتصل اللي هو المضيع لسؤالها عن ممثل شهير ايضا اللي هو كيفن سبايسي المتهم بالتحرش بعدد من الرجال قال لها اي بقى قال لها ان سبايسي تحرش بالرئيس الاوكراني السابق خلال زيارته لاوكرانيا منذ عامين والحقيقة برضو ان هيلي يعني استطردت في الكلام وكملت وكأنها تعلم هذه المعلومة اللي هي كلها على بعضها معلومات وهمية ودولة وهمية وكلام غير حقيقي بالمرة فهذه هي سفيرة امريكا في الامم المتحدة وهذه هي سفيرة ترامب فيعني اتصاق كامل في الفكر وده اندل على شيء بيدل عن مدى وعيهم لحقيقة بكل يعني مجريات الامور في العالم وفي الساحة العربية فكان بناء عليه جاء التدخل والتطاول من الرئيس الامريكي انه قال انه سيقر القدس عاصمة لإسرائيل فماذا يعلم او ماذا يعرف عن الشأن العربي اذا كانوا لا يعلمون ما هي الدول الموجودة في العالم وما هو اصلا ما يدور في هذه الدول